اشتركوا في القناة ذكرت في البحث السابق ملخصا لما افاده السيد الخوئي رحمة الله عليه من مناقشات لما افاده استاذه المحقق النائيني من الصورة الرابعة للاطلاق للقول بان القضية الشرطية تفيد الانتفاء عند الانتفاء وبالتالي تفيد المفهوم ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه امورا ثلاثة اشكالات ثلاثة عرضتها ملخصا سأتكلم عنها مفصلا الان لاحظوا عمدة الدليل عند السيد عند المحقق النائيني ما هو حتى يتضح اشكال السيد الخوئي وسيد الخوئي هو الذي قرره في اجود التقريرات ثم اشكل عليه في المحاضرات كما قرره طبعا الكاظمي في فوائد الاصول المحقق النائيني يقول باطلاق الجزاء في مقابل الصور الثلاث للمحقق الاخوند التي تقول باطلاق الشرط اطلاق الجزاء ماذا يعني ملخص هكذا بحثناه مفصلا مسبقا بالنسبة الى نوع الشروط التي لا يتوقف الحكم والجزاء عليها عقلا الجزاء بالنسبة لهذه الشروط يكونوا مقيدا بها في عالم الجعل والتشريع بمعنى ان الجزاء هنا والحكم وهو ان جاءك زيد فاكرمه هنا فاكرمه يكونوا مقيدا بالمجيء في كلام المتكلم في انشاء المتكلم والتقييد هذا يعني الاناطة يعني ان الحكم وهو الجزاء هنا اللي هو الاكرام فاكرمه مناط بهذا الشرط بهذا الشرط والاناطة تعني ماذا يعني عندما قال المتكلم المتكلم اناط هذا الحكم بهذا الشرط قال ان جاءك زيد فاكرمه اناط الاكرام بمجيء زهيد ماذا كان يريد في مقام البيان يعني بمقدمات الحكمة والاطلاق اراد القول بان الحكمة وهو الاكرام يدور مدار هذا الشرط وجودا وعدما يعني ان وجد هذا الشرط وجد الجزاء وان انتفى هذا الشرط انتفى الجزاء ليش لانه في مقام البيان لانه عندما اطلق هنا الجزاء وليس اطلق الشرط حتى لا تأتي اشكالات المحاقق النائنة على اطلاق الشرط في الصور الثلاثة التي ذكرها المحقق الاخن واشكال عليها المحقق الاخن ايضا قال قال الاطلاق هنا ليس اطلاق الشرط وانما اطلاق الجزاء يعني اطلاق الجزاء يعني ماذا يعني ان الجزاء هنا مقيد فقط وفقط بهذا لا بغيره يعني غير مقيد بشيء اخر هذا مفاد الاطلاق من الجهات الاخرى مطلق يعني معناها ان هذا الجزاء يدور ومدار الشرط وجودا وعدما طيب هذا بمفاد مقدمات الحكمة اذ لو كان للجزاء شرط اخر لاحظوا في الصور الثلاث للمحقق الاخوند العبارة تختلف لو كان هناك شرط اخر في الصور الثلاث التي اشكل عليها المحقق الاخوند الانائيني هنا المحقق الانائيني ماذا يقول يقول لو كان للجزاء شرط مو انه لو كان هناك شرط اخر لو كان للجزاء شرط اخر طيب لو اجب على المتكلم بيانه وهو في مقام البيان هذا مفاد مقدمات الحكم والاطلاق لو كان هناك شرط انضمامي بمفاد لقاله يعني لقال ان جاءك الزيد واكرمك فاكرمه هنا ما قالوا اكرمك لم يأتي بشرط انضمامي وهو في مقام البيان ولو كان هناك شرط عدلي ولو كان للجزاء شرط عدلي لو اجب عليه بيانه لانه في مقام البيان يعني لو كان هناك لو كان للجزاء شرط اخر مثلا ان جاءك زيد او اكرمك مو وليس واكرمك وانما او اكرمك فاكرمه وهو في مقام البيان ولم يقل لم يضع للجزاء شرطا اخر عدليا فلا وهو في مقام البيان فلا ذكر شرطا انضماميا يعني لا قيد الجزاء بشرط انضمامي ولا بشرط عدلي وانما ذكر فقط هذا الشرط للجزاء يعني قيد الجزاء فقط بهذا الشرط وهو مجيء زيد دل ذلك على ان هذا الجزاء مقيد بهذا الشرط فقط ويدور مداره وجودا وعدما فاذا وجد الشرط وجد الجزاء واذا انتهى الشرط انتهى الجزاء فيثبت المفهوم أصبح انتفاع عند الانتفاع لانه في مقام البيان فبهذا يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء فيثبت الانحصار تثبت العلية التامة المنحصرة وهذا الذي يثبت المفهوم لان معركة البحث في مفهوم الشرط هو هذا ان الشرط هل هو علة تامة منحصرة او لا يقول يثبت الانحصار هنا وليس فقط العلي المحق النائني سيد الخوئي ماذا قال لحظوا مناقشة سيد الخوئي ذكرتها مسبقا ملخصا المناقشة هنا هكذا يقول سيد الخوئي اولا ذكر اشكالا نقضيا وهو هذا الكلام هذا الملاك الذي ذكرتمه الان الذي ذكرته الان انه في مقام البيان وذكر فقط هذا الشرط للجزاء يعني قيد الجزاء فقط بهذا الشرط طيب ولم يأتي لا بشرط ضمني ولا شرط بشرط انضمامي ولا شرط عدلي فهذا يفيد الانحصار قال هذا الكلام الذي تقولون ان تم يعني هذا الملاك فمفاده ثبوت المفهوم في كل قيد يعني في القضية الوصفية وفي القضية اللقبية ايضا لكنكم لا تقولون بذلك ليش لان الملاك بعينه يتوفر هناك فمفاد ذلك لازم كلامكم ان نقول ان للوصف مفهومة وان للقب مفهومة وانتم لا تقولون بذلك سعسان المحقق اني صرح بهذا الامر في استعراضه لهذا الدليل لانه فرق بين اللقب وبين الشرط كيف لاحظوا ماذا يقول سيد الخويت يقول انتم ماذا قلتم قلتم ان المتكلم كان في مقام البيان ولو كان هناك للجزاء شرط اخر لو اجب عليه بيانه ولم يبين فنكتفي بهذا الموجود ونقول ان الحكم يدور مداره وجودا وعدما يقول هذا الكلام يجري ايضا في القضية الوصفية ويجري في القضية اللقبية في اي قيد سواء كان لقبا او وصفا شلون يعني اذا قلنا هنا هنا في المثال القضية الشرطية ان جاءك سيد فاكرمو في القضية الوصفية اكرم العالم طيب اكرم العالم العادل مثلا لنقول اكرم العالم العادل هل نستطيع ان نقول ان اكرم العالم العادل تفيد تفيد عدم وجوب اكرام العالم الفاسق او لا او عدم الجواز مثلا ليش ليش على اعتبار انه ان الجم ان القضية الوصفية هنا ورد فيها شرط وان لم يكن بصيغة الشرط ان تتضمن شرطا عنوانا لنقول في القضية الوصفية ايضا المتكلم يكون في مقام البيان وذكر عنوانا معينا بخصوصه قيدا معينا هنا وهو العادل وهو في مقام البيان هذا مفاد مقدمات الحكمة ولو كان للحكم هنا اللي هو اكرم العالم العادل لو كان لهذا الحكم شرط اخر انضمامي لو اجب عليه بيانه قيد اخر لنقول انضمامي لو اجب عليه بيانه اوعد لي لو اجب عليه بيانه وحيث لم يبين اذا الحكم هنا وهو اكرم ينحاصر في هذا القيد فيدور الحكم هنا مدار هذا القيد وهو العالم العادل وجودا وعدما هذا مفاد مقدمات الحكمة ما تقوله هناك من ملاك يمكن ان يتحقق هنا ولا فرق بين هذا وبين هذا لكنكم لا تقولون به هنا معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك ان هذا الاطلاق بهذه الصورة قد يفيد الترتب وقد يفيد حتى العلية تامة لكنه لا يفيد الانحصار وبالتها لا يفيد الانتفاع عند الانتفاع بدليل انكم لا تقولون بان هذا الملاك يفيد الانحصار في القضية الوصفية ولا في القضية اللقبية فكيف يتقولون بانه بان هذا الملاك يفيد الانحصار في القضية الشرطية لا فرق بين هذا وبين هذا هذا الاشكال الاول لسيد الخوي وراجعوا في المحاضرات الاشكال الثاني لسيد الخوي ما هو؟ الاشكال الثاني سيد الخوي يقول نعم المتكلم في مقام البيان وعندما ذكر هذا الشرط في القضية الشرطية يلزم من ذلك تعين هذا الشرط لكن ذلك لا يفيد الانحصار بمعنى ماذا الاطلاق المذكور هنا في كلامكم ماذا يفيد؟ يفيد لا يفيد ثبوت الحكم يعني الاطلاق الذي تذكرونه ولاحظوا بشون دقة الاشكال الذكرة وسيد الخوي وهو دقيق جدا فعلا لاحظوا يقول بان الاطلاق الذي تذكرونه هنا انه لم يأتي بشرط انضمامي ولم يأتي بشرط لم يقيد الجزاء بشرط انضمامي ولا عدلي صحيح؟ يقول هذا الملاك الذي ذكرتمه هنا يعني الاطلاق الذي ذكرتمه هنا يقول نعم هذا يفيد ماذا؟ هذا يفيد ان الحكم لا يثبت للمقيد على نحو الاطلاق طيب وانما يثبت في حصة خاصة منه فقط صحيح هذا الكلام يعني ان جاءك زيد فاكرمه زيد اذا جاء فقط الحكم ثابت فقط في الخصوصية زيد اذا جاء فقط يكرم صحيح؟ لا انه يكرم على كل حال على نحو الاطلاق جاء او لم يجي يقول صحيح الذي ذكرتموه في هذا الحدود صحيح لكن كلامنا ليس في ان الحكم يثبت في الحصص الاخرى او لا يثبت وانما الكلام في انه اذا هذه الحصة انتفت هل ينتفي الحكم؟ حتى يفيد الانحصار نقول هنا ان قوله ان جاءك زيد فاكرمه اذا تحقق الشرط اللي هو مجيء زيد وجب الاكرام لكن هذا لا يعني انه يجيب اكرام زيد على كل حال جاء او لم يجي اكل او لم يأكل ذهب او لم يذهب تلك القيود الاخرى خارج عن هذا النطاق فلا يجيب اكرامه على كل حال وانما يجيب اكرامه فقط اذا جاء لكن الكلام كلام هنا الاثبات يقول ان جاء وجب الاكرام طيب لا او لم يجي هل ينتفي الحكم وهو وجوب الاكرام هذا السؤال هنا حتى يفيد الانحصار لا انه انما يثبت الحكم فقط في خصوص هذه الحصة لا في حصص اخرى نعم هذا يفيد الاطلاق ان الحكم غير ثابت في حصص اخرى لانه غير مذكورة من ضمن القيود او من ضمن الشروط لكن اذا انتفت الحصة هذه وهي مجيء زيد الحكم ينتفي ولا لا حتى يفيد الانحصار يقول هذا الاطلاق الذي ذكرتمه يفيد ذاك ولا يفيد هذا وهو اشكالهم جدا دقيق ايو الله احنو كلامنا يقول السيد كلامنا ليس في عدم ثبوت الحكم لطبيعي المقيد على كل حال على نحو الاطلاق حتى نقول بان هذا الكلام تام اذا انه انما اذا انه اذا ان الحكم لا يثبت الا في الحصة الخاصة وهي مجيء زيد مكلامنا هنا وانما كلامنا اذا الحصة الخاصة انتفت ينتفي الحكم ولا لا حتى يكون هناك انحصار فتكون هناك علية تامة منحصارة الاطلاق الذي تفيدونه لا يثبت هذا الامر فرق بين هذا وبين هذا جئنا يعني اعطينا دليل يقول بان الانتفاء يفيد الانتفاء اذا انتفت الحصة لا دليل يزيح السعى ويثبت لي نفس الحصة لاحظوا هذا الاشكال الثاني والاشكال الثالث جاء به من كلام المحقق الاخوند نسبه للمحقق الاخوند وتبناه هنا ذكرته مسبقا ملخصه هو هذا ان المتكلم عندما كان في مقام البيان ماذا اراد ان يقول يقول السيد الخوي يعني ماذا لاحظ هو يعني الاخوند يقول والسيد الخوي يتبع ان هذا القول ماذا لاحظ لاحظ له المتكلم في مقام البيان يعني اراد ان يبين بان هذا الشرط مؤثر في حد نفسه يعني مجيء زيد يؤثر في الحكم صح يقول هو اراد ان يقول ان مجيء زيد يؤثر في الحكم فاذا جاء يجب الاكرام لا انه اراد ان يقول بان الحكم منحصر في هذا الشرط فان وجد الشرط وجد الحكم وان لم يوجده الشرط لا وجد الحكم ما اراد ان يقول هذا هو في مقام يعني ليس في مقام البيان من هذه الجهة هو فقط في مقام البيان من تلك الجهة ان هذا عندما قلت ان جاءك زيد فاكرمه يعني هذا الشرط يؤثر في الحكم لا ان هذا الحكم منحصر في هذا الشرط حتى يفيد الانتفاع عند الانتفاع يقول هذا ليس في مقام البيان مع انه يكون السيد الخوي اضاف عبارة قال يمكن ان يكون فعلا حتى الاخون دي الخراساني في مقدمة كلام يقول قد يثبت الانتفاع عند الانتفاع في غير مقام يصير هذا ولكن هذا ليس بالوضع ولا بالاطلاق وانما بالقراءة الخاصة ليش السيد الخوي يحلل يقول لان هذا نادر يمكن ان المتكلم يلحظ هذا الامر يريد البيان من هذه الجهة وهي جهة الانحصار لكن هذا نادر قليل وملاحظة النادر في الكلام يحتاج لقرينة او اثبات النادر في الكلام يحتاج لقرينة خاصة وكلامنا في اثبات او ثبوت المفهوم في القضية الشرطية ليس بالقراءة الخاصة وانما اما بالواضع او بالاطلاق والقرينة العامة وفي حالة وبناء العامة الندرة لا واضع لا قرينة عامة واطلاق وانما بالقراءة الخاصة القراءة الخاصة الكل يقول بان القضية الشرطية قد تفيد المفهوم بالقراءة الخاصة حتى القضية اللقبئة بالقراءة الخاصة يمكن ان تفيد صحيح لكن لا بالوضع ولا اطلاق بهذا يقول السيد الخوئي ان كلام ان ما افاده المحقق النائني غير تام فلابد من البحث أيضا عن طريق آخر يقول هكذا سيد الخوي يختم بعد العبارة يقول وقد تحصل من ذلك أن ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره من الطريقة لإثبات المفهوم لقضية الشرطية خاطئ جدا ولا واقع موضوعية له أصلا فلابد من البحث عن طريق آخر السيد الخوي سيفترط طريق آخر ننظر في نظريته لاحقا ونأتي إن شاء الله على مزيد ذكر لمناقشات أخرى وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر